نقول بأن هؤلاء جميعا إن شاء الله مسددون موفقون ما داموا مقرين بالأصل ما داموا مقرين بأن الإسلام دين ودولة أن الإسلام جهاد ودعوة أن الإسلام مصحف وسيف فهم على خير لكن بعد ذلك أنا طاقتي أن أعلم الناس وأنت طاقتك بأن تواجه الظالمين والطغاة المستبدين وذاك طاقته أن يبذل من ماله وهذا طاقته أن يفعلك هذا كله يكمل بعضه بعضا ولا ينكر بعضنا على بعض فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أرحم أمتي بأمة أبو بكر وأشدها في دين الله عمر وأصدقها حياء عثمان وأقضاها علي وأعلمها بالحلال والحرام معاذ وأقرأها أبي بن كعب وأفرضها زيد بن ثابت فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا كلهم سواء ولا كانوا كلهم متوجهين يعني يكمل بعضهم بعضا يكمل بعضهم بعضا خالد بن الوليد رضي الله عنه ما كان مفسرا للقرآن ولا كان مبينا للأحكام وإنما كان مجاهدا في سبيل الله حسان بن ثابت كان يمثل الجهاز الإعلامي الذي ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمقابل كان هناك السياسي المحنك وكان هناك المفاوض المقتدر من أمثال عمر بن العاص ومن أمثال ربعي بن عامر هذه تخصصات لا مانع شكرا لكم